فضل الله تعالى بعض الأيام على بعض ومن الأيام التي فضلها الله تعالى يوم النحر وهو خاتمة العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه بها لعظم شأنها بقوله والفجر وليالي العشر ويوم النحر هو يوم عيد الأضحى المبارك سمي بذلك لأنه يوم نحر الأضاحي وهو أكبر العيدين وأفضلهما فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما قال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر وقال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ويجتمع فيه للحجيج شرف المكان والزمان ويوم النحر أعظم الأيام عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم عنه هو أعظم الأيام حرم وقال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه وسمي يوم القر بذلك لأن الناس يقرون فيه بمهناء وهو يوم الحج الأكبر فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمارات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر وسمي يوم الحج الأكبر بذلك لأن أغلب أعمال الحج تكون فيه رمي جمرة العقبة والنحر وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير ولا يصح صوم يوم النحر عن فرض ولا نفل فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم موسيقى